قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية قالت إنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه بالغلاس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل فقال صلى الله عليه وسلم مالك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهليها حثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش أنها أصطح يضط فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عنده كل صلاة وإن كانت لتخرجوا من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي حان عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة بنت جحش قالت أصطحضت سبع سنين فاشتكيت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيضة ولكن عرق فاغتسل فكانت تاغتسل عند كل صلاة فكانت تاغتسل في المركن فنرى صفرة الدم في المركن اشتركوا في القناة